تخيروا هم نتكلم عن الأخلاق والحياء آه هم نتكلم عن الحياء لأن زمان ما كنش بنتكلم في حلال وحرام كنا بنتكلم زمان في اللي صح ومصحش بنتكلم في الأخلاق في حاجة اسمها عيب في حاجة اسمها بنت الجران مش بنت الجران بتحسن شكوش ولكن بنت الجران وبنت خارطنا دي كانت أخلاقيات القرية والريف والمدن كنا فكت إن احنا ما ينفعش بقى فيه شارع فيه ميتم وفي نفس وقت تتعمل فيه فرح كنا بالرعي بعض كنا من فيه حاجة اسمها تربية واخلاق بعيدا على الحلال والحرام هنالنهاردة طول الوقت مجغولين بالحلال والحرام ومجغولين بالعرف والعادات والتقاليد زمان كان فيه برنامج في التلفزيون المصر اسمه عادات وتقاليد هنالنهاردة ما منشوف حتى بيطلع على الشاشة مش عارفين دي موزيعة ولا رقاصة ولا فنانة لأن خلاص حتى بعض الفنانات تلعوا وقالوا بقى فيه عري زيادة ما يتم بثه على السوشيال ميديا بعض الملابس وبعض التصرفات الغير لائقة التي حدثت في الأولي الأخيرة في بعض المصايف هنا في مصر غير مقبول بسما من بعض مديرين وأصحاب المدارس ان احنا الولاد بقوا بيتربوا مش من الأم لا من القائمين على أعمال المنزلية في البيت دي في منطقة الخطورة بقول لكل أب وكل أم حضراتكم مسؤولين عن تربية ولادكم اقعد تفتكروا ان احنا كأعلام اللي حنربي ولادكم ولا الأندية حتربي عيالكم ولا المدارس احنا بنقوم بأدوار بنكمل فيها أدوار حضراتكم فإذا كنتوا حضراتكم مش فضيين لولادكم تأكدوا ان احنا مش هنقدر نقدم لكم أي رسالة هالنهاردة موضوعنا الرئيسي أين ذهب الحياء احنا فين النهاردة من اللي صح وما يصحش احنا النهاردة فين من ما يقدم للناس على السوشيال ميديا أو في الميديا أو على الساحة ده اللي احنا بنقشه النهاردة من حضراتكم مع فضيلة شيخ ودي العويسي على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدي ولد آدم على الله ولا فخر فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اشرح لي صدري ويسري أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي يعني بهن حضرتك على هذا الموضوع الهام الحياء هو الدين الحياء هو الدين إذا نقص الحياء نقص الدين يعني هي بتربطه هنا بالدين كل حاجة الحياء إذا كمل كمل هذا الدين يمكن لم يتبقى من أسباب النموة إلا الحياء ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول إلا تستحي ففعل ماشي بس هو زماني موليه لم يكنيش عفكة في التدين اللي هو موجود النهاردة الظاهري ده يعني كنا اللي بيراعي اللي صح وميصحش ما كانش بالضروري المتدين ولكن حتى ما كانش بالضروري يكون مسلم يعني فكرة إن إحنا العيب العرف والعادات والتقاليد العادات والتقاليد اللي بتعيش عليها المجتمع يحنا النهاردة بقت كل واحد جامع اللي هو عايزه وكل واحد حر وكل واحد بقى ومنشوف حتى فيديوهات على السوشال ميديا ناس مفروض سكنة في أماكن كويسة بيصدر منها تصرفات غير لائقة فين العرف؟ الحياء إيه هو الحياء أصلا؟ يعني إيه؟ الحياء هو تغير وانكسار يعتار الإنسان لأنه يخاف من شيء يعاب عليه أو يلام به يعني مثلاً أيام زمان كنت توقع إن فيه إنسان يلبس حلاء ما تلاقيهاش اللي في الغرب اللي بيلعبه كورة أو كلام منه رجل يعني ما ينفعش في رجل طبيعي وكانت وصبت عاري يعني دي بتصفه بالصفة مش لطيفة أبداً في مجتمعاتنا الشرقية يعني رجل يلبس حلاء طيب إيه اللي يدعونا للحياء؟ أنا عايز أمر طوي يدعو الإنسان إنه يستحى طيب هو إيه اللي خليه أساساً يعني الرجل دي يلبس حلاء هذه نقطة مهمة جداً يعني إيه اللي يخلي نجم مثلاً من نجوم فوق الستين ودخل بيوتنا بونطالح ترام زمان وخان بيطلع الشاشة التلفزيون المصري فجأة يلبس حلاء وبراه بنوع قدوة